تحية طيبة لكل من كلف نفسه عناء المتابعة والسير معنا في رحلة البحث عن الحقيقة الغائبة أهلا وسهلا بالجامعة من خلال الحلقة الماضية توصلنا إلى حقيقة الخلط بين شخصية محمد والنبي موسى ورأينا كيف تشابه على المفسرين المسلمين خصائص وصف موسى بنبي العرب محمد بن عبد الله فيما يخص حدثة الإسراء وخروج بني إسرائيل أيام التية وترحنا سؤالا مهما عن هوية محمد في القرآن من يكون وهل هو نبي العرب أم شخصية أخرى من الشخصيات الكتابية التي خلط الفقهاء بين صفاتها وألصقت بمحمد رسول الإسلام للرد على هذه الأسئلة في البداية يجب أن نشير لابن إصحاق الذي ألف سيرة النبي محمد في عصر أبو جعفر المنصور العباسي وكان هو أول من قام بتأليف سيرة النبي محمد ومعظم المسلمين والخطاب موجه لهم بالدرجة الأولى يعرفون جيدا سيرته من ولادته إلى وفاته وقد ذكرت هذه السيرة كل كبيرة وصغيرة عن حياة محمد وحتى بتفاصيل ما كان يجري داخل غرفة نومه وهذا عجيب غريب أن تذكر هذه التفاصيل الدقيقة دون اعتماد على أي وثيقة كمرجع يعود لعصر محمد وصحابته خاصة عندما نعرف مدة الفترة الطويلة التي تفصل بين ابن إصحاق عند تدوينه لهذه السيرة وأيام حياة محمد والتي تقدر بأكثر من قرن ونصف على الأحداث الأولى من ولادته وتربية جده عبد المطلب وعمه أبا طالب إذا صحت الرواية فالرواية الشفاهية لا تستطيع أن تخزن كل هذه المعلومات في الذاكرة الجماعية طول هذه الفترة نعود لموضوعنا الذي طرحناه وهو معرفة محمد في القرآن وللتذكير فمحمد مذكور أربع مرات فقط وهي آل عمران 144 والأحزاب 40 محمد 2 والفتح 29 ثم هناك آية أخرى في صورة الصف الآية 6 يقول المفسرون أن أحمد المذكور فيها هو محمد نفسه كما سبق وأن أشرنا في الحلقات الماضية عفوا فالنبي موسى هو الشخصية المحورية في القرآن حيث ذكر ما يناهز 137 مرة وبالتالي فمحمد المذكور في هذه الآيات الأربع حتى لو هو المقصود فذكره المباشر لا يناهز 3% من ذكر موسى أول إشكالية تقف أمامنا هي هذه التسمية الغريبة محمد التي لا علاقة لها بعبادة الأصنام والأوتان كما تتوهم الروايات الإسلامية وعلى رأسها سيرة ابن إصحاق بالطبع فكلمة محمد تحمل معاني الحمد والتمجيد والتعظيم وهو ما كان مخالفا لأسماء العرب التي لا تحمل معاني التعظيم والتقديس بل بالعكس تحمل معاني التحقير والتصغير خوفا على أولادهم من العين والحسد كجر وكليب وذؤيب وكعب وحنضلة وغيرها كذلك أسماء العبد للوتنية عبد العزة عبد المنات عبد اللات عبد الشمس وغيرها وتقول الرواية أن العرب كانوا ينتظرون قدوم نبي اسمه محمد أو أحمد لماذا؟ هل نبي للوثنيين؟ فالوثنية لا تحتاج لأنبياء مثل بني إسرائيل بل لكهان يقومون بالوساطة بين الناس والآلهة يذكر الدكتور جواد علي في مفصله تاريخ العرب قبل الإسلام المجلد السادس أن الكاهن يدخل في غيبوبة ويتصبب بالعرق حتى في الأيام الباردة عند الاتصال بأرواح الآلهة وتذكر المراجع الإسلامية وعلى رأسها صحيح البخاري كتاب بدء الوحي أن محمدا كان يتعرض لمثل هذه النوبات من فقدان الوعي وتصبب العرق كما تخبرنا زوجته عائشة فهل كان محمد نبيا للعرب وبني إسرائيل؟ أم كان كاهنا أو سادنا للأوتان؟ بما أن القرآن جاء بقصص لبني إسرائيل وشريعة شبيهة بشريعة اليهود من صلاة ووضوء وصيام ومن ختان وتحريم أكل الخنزير وما ذبح لغير الله وغيرها من الشرائع فلا يمكن أن يكون قد جاء كاهن وثني لقريش وقصة بني إسرائيل وشريعتهم لا تهم الوثنيين وليمكن أن نتخيل فئة بسيطة من مجتمع قريش موحدة بالله من يهود ونصارى بل على العكس تماما فالدعوة تكون للأغلبية لفئة مهمشة في المجتمع فإذا قيل إن القرآن تحدث عن الكهانة في صورة الطور الآية 29 فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون فالكاهن ها هنا قد يكون رجل دين المسيحي الذي يتبتل فيعيش معظم حياته في دير الرهبان وبما أن الفقهاء الإسلام يقولون إن صورة المزمل نزلت في محمد فالخطاب القرآن الموجه له فيه أمر بهذا التوجه حيث تقول آية 8 واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا دعوة صريحة للرهبنة في هذه الآية لكن الفقهاء يريدون تمس هذا الأمر القرآني بقولهم أنه أي بين قوسين محمد نهى عن التبتل كما جاء في تفسير الطبر والأمر بالتبتل دعوة للنصرانية فهل كان محمد نصرانيا؟ بالطبع لم يكن وطنيا ولا يهوديا لأن اليهود لا يؤمنون بأن عيسى بن مريم هو أحد رسل بني إسرائيل وكلمة الله التي ألقاها إلى مريم العضراء ولا يؤمنون بأنه المسيح الذي ينتظرونه في المقابل محمد يؤمن بأن عيسى هو المسيح كما جاء في سورة آل عمران الآية 45 ويعترف بقداسة يوم السبت في سورة البقرة الآية 65 ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردسا خاسئين وكذلك الأعراف 163 والنساء 154 وغيرها من الآيات ويصنف نفسه وأتباعه بالقرابة والمودة للنصارى وذلك في سورة المائدة الآية 82 لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون اليهود والذين أشركوا هم أشد عداوة فاليهود معروف منهم لكن الذين أشركوا لا يخص بهم الوتنيين ولكن كذلك الطوائف المسيحية التي تؤمن بأن المسيح هو الله كما جاء في سورة المائدة الآية 72 لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم إلى آخره أو أحد الأقانيم الثلاث وذلك بموجب الآية التي تليها لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد إلى آخره وكذلك النساء 171 والسؤال المطروح من هم هؤلاء النصارى الذين هم أقرب مودة لمحمد وأتباعه عادة كلمة نصارى تطلق على المسيحيين بصفة عامة نظرا لقولهم حسب القرآن إن المسيح ابن الله كما جاء في سورة التوبة الآية 30 وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواهم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون فالكلمة بين قوسين النصارى أي أنصار المسيح الناصري عيسى بن مريم وأتباعه وكان يطلق عليهم اسم الناصريين نازاريانس وقد جاء ذكرهم في أعمال الرسل الإصحاح 24 العدد 5 وهم فئة من بني إسرائيل آمنت بالمسيح وبقي اليهود يسمونهم إلى اليوم نوتساريم وابتداء من القرن الرابع الميلادي بقي هذا الإسم يخص فئة من أتباع المسيح الذين لا يعترفون بوحدانية الجوهر الإبن بين قوسين المسيح مع الله الأب أي أن المسيح ليس هو الهومو أوسيوس أو أومو أوسيوس بمعنى ليس له وحدة في الجوهر مع الآب وقت الحلقة داهمنا نكمل هذا الموضوع في الحلقة المقبلة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة